يتزايد القلق من قبل المواطنين في محافظة ذيقار من ظاهرة انتشار السيارات الغير مرقمة والاخرى مضللة في شوغرع المحافظة والتي تتجول بشكل علني داخل مدين المحافظة من دون اي خطوات رادعة مطالبنا الدار الثمرو العامة انه تصدر امر صار بحيث انه السيارات بدون ارقام ما تبشي بالشارع احنا استجاين عاني احنا داخل يوم عدنا صار حادث سيارة دست لها الطفل والطفل ما نعرف الارقام السيارة ما موجودة حتى بالكاميرات تابعناها هنا ما موجودات فاحنا نترجم الحكومة بانه يكونون عين المواطنين وفي غضون اسبوعين فقط تمكن الدوائر المرون من توقيف العشرات من المركبات بالاضافة الى الدراجات النارية التي لم تلتزم بالقوانين معتبرة هذه الظاهرة التي استفحلت مؤخرا بالخطيرة بعد انتشارها في مناطق المحافظة قامت مديريتنا بمحاسبة السواق المخالفين لتعليمات مديرية المرورة العامة مثل المخالفات ركزنا على مخالفات الزجاج المضلل مخالفات عدم تسجيل المركبة مخالفات الضوء العالي يعني عدنا عديد من المخالفات ركزنا عليها نحن كل المخالفات نحاسب عليها لكن هناك مخالفات مضرة يعني بالشارع مثل المخالفات ذكرتهم نحن خلال هذه السبوعين تم حجز 120 مركبة لمخالفتها تعليمات المرور العامة ويلجع الاهالي على تشديد الاجراءات الاحترازية على منازلهم ومركباتهم خوفا من الاستهداف الذي لا يكاد ان يخلو يوم في المحافظة منه والذي بات يشكل خطرا حقيقيا على حياة مواطن انه تكون محاسبة شديدة للناس اللي ما امرق ما وتمشي بالشارع وبالاضافة لها بيها اذية على المجتمع يضرب لطفل بالشارع ويشرت فهي اذية للمجتمع وترتفع المطالب لجهات العليا من قبل الاهالي بفرض الامن والقانون بعد تزايد الحوادث اليومية ومنها عمليات القاتل التي تستهدف المواطنين في الطرق العامة وداخل المدن لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر